أعلن مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية الوزير المكلف عبد العظيم أحمد رزق عن تقديم الخدمات العلاجية والأدوية مجاناً للموضة الضررين بولاية النيل الأزرق جاء ذلك خلال زيارته للنيل الأزرق للوقوف على الأمطار التي هطلت بالولاية وانهيار سدبوت والتدخلات العاجلة لتقليل آثار الكارثة بجانب الوقوف على عمليات الرش لمكافحة البعوض وأمن مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية على ضرورة تكثيف عمليات الرش لمكافحة الطور المائي والطائر وأعلن توفير طلمبات للرش الضبابي وطلمبات التطهير ووجه بتقديم خدمات العلاج والأدوية مجاناً للمتضررين